ما حكم بيع الأرض قبل استنامية من الدولة؟ حرام بيع أرض لسه ما استنامتها من الدولة لما يفعل ذلك عمل حرام أول حاجة بيع ما لا يقبض لسه ما قبضاش مباحة حرام وبيع ما لا يضمن بحرام ما هو المخرج الشرعي؟ أنا ما عيش في موسة كامل ربع ثمن الأرض ومش عارفة استنامية من الدولة قدامك مخرجين ومحن نحن تتكلمينisesti موضوع موجود نصفة 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 كامل موضوع استنامية من الدولة لا يتأكمن محطة نصفة تبع الماعدة لأنه ما قبله محطة متصفة لأنه مقاربة تبع المقدمة خلال محطة مزوعة لقد كنت نكون عادة في منطقة مؤمنين وإلا أنه مغادة في الحد افراد إلا أنت نصفة نصفة النيف قلبك على القوص وفلوسك كلها مال حرام على الضيع وبركة تعيطها على الضيع ومن أكل سوحة النار أولى مين ده موجز الفاتوة طب التفاصيل ينصحكم بالكتاب دوت الكتاب ده يباع بسعار التكلفة فيه كل ما تريده في قليل طيب نبدأ بقى نفصل الكلام نفصل الكلام كالأيدي طيب أولا الراجل اللي باع وسط الأرض اللي جات عليه بدون ما يستلمها ده راجل باع مالا يقبل وده حرام طيب إيه دالي على الحرمة إيه دالي الحرمة قال النبي صلى الله كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار في رحلة لسه القضاع بتاعتك ما صلتش عندك حرم تلحى طب أنا شريعة عند الراجل حرم تلحى الدليل الثاني عن ابن عمر قال رأيت الناس على عهد رسول الله يضربون لماذا؟ لأنهم يبيعون الطعام قبل أن يحوزوه باللحلة الدليل الثالث قام أبو غريرة فأنقر على مروان ابن الحكم يباحته للناس بيع السقاق يبيع السقق بتاع البضاع وهو ليسا ما يستلمعيش فجعل العسكر يأخذون السقاق من الناس عشان ما يبعوه المحرم الثاني اللي باع الأرض قبل استلمها أنه باع ما لا يضمن قال النبي السلم الخراج بالضمان الخراج يعني المكسب بالضمان يعني بالمخاطرة أنك استلمت الحاجة وتحملت مخاطرتها وعندما تبحها صاحب الحاجة اللي اشتراها منك ساعة ما يلاقي فيها عبع يرجع لك انت مش هيرجع لمن؟ للجهاز لكن اللي باع الوسط قبل ما يضمن يبقى لو فيه مشكلة هيرجع لجهاز وده حرام طب إيه الدليل اللي كان الحرام واحد خد دفع خمسة وعشرين ألف تأمين وجدت حطة أرض بحة وخد مئة ألف مكسب المئة ألف مكسب دول فلوس حرام إيه عقوبتهم؟ عقوبتهم كلها رقم واحد إن الدعاءه ما بيستجابش لأن الرسول قال الرجل أشعص أكبر رافع المسافر رافع ديل السماء وأن يستجاب له المسافر اللي بيقل حرام ما يستجاب له مفسد قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إن في جسد مضاء إذا صار على سيار الجسد بعد ما قال ألح لنبين والحرام مبين والبركة بتاعته مضيع لأن ربنا قال فأذنه بحرب من الله ورسوله وقال النبي السلم البيعان بالخيار فإذا بينا بورك لهم في بيعيهما لما بيناش محق بركة بيعيهما فالبركة بضيع والفلوس مضيع وآخر حاجة اشتركوا في القناة